السلام عليكم من أخطاء بعض الناس أنه يتساهل بالانشغال عن الخطيب السنة أن تنظر إلى الخطيب في أثناء الخطبة ولا تنشغل بشيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس الحصى فقد لغى لا تنشغل بأظافرك ولا تنشغل بغترتك ولا تنشغل بجوالك ولا تنشغل بولدك من جنبك بل حتى لو تكلم أحد لا تقول له أنصت قال عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى فينبغي الالتزام بالإنصات التام للإمام في أثناء خطبة الجمعة